بنرحب بكم من جديد وبطبيعة الحال كلنا خارجين من رمضان وخارجين من العيد وبطبيعة الحال الكلام ده أثر بشكل كبير جدا على نظامنا الغذائي لو بنلتزم به طول السنة في ناس بتعمل رجيم وبتلتزم بالنظام الغذائي بتاعها لكنها بتفاجأ بثبات الوزن يعني وزنها بيفضل ثابت وما بنقول كده يعني ما بنقصين ما بتحرقش وفي ناس تانية بتمشي على نفس النظام وبتخس بشكل كبير وده بيكون في كتير من الأحيان مؤشر لوجود مشكلات صحية زي خمول الغد الدرقية أو مقاومة الأنسولين أو غيرها من المشاكل الصحية بنسمع كتير قوي يا مصطفى أنا بعمل نفس الرجيم اللي بعمله دايما لكن ما بخسش أنا بروح الجيم لكن ما بخسش أنا مقللة أكل مبطلة سكر عاملة كل حاجة أقدر عملها لكن أنا لسه زي ما أنا خلونا نتكلم أكتر عن أسباب عدم فقدان الوزن ويمكن السبات اللي بيقولوا عليه رغم الالتزام بالنظام الغذائي من ضفنا اللي بنوارنا في الستوديو دكتور هشام الوصيف استشاري التغذية العلاجية صباح الخير يا دكتور صباح الخير عليكم يعني انت جتلينا بعد العيدة على طول فأسئلتنا بقى يعني بالزبط كتير جدا نسطبعا واكلة وفي رمضان ومزبطة الدنيا وكمان جي العيد علينا والكحك والبسكوت كان حلوة أو في الأولى لو بنقارن يعني في مصدي هندخل في الموضوع ده بعدين نخلينا نتكلم على مش الزيادة اللي احنا زبناها بسبب عيد أو رمضان أو اختلاف في نومنا أو الحاجات دي أنا عايزة أتكلم عن السبات في الوزن يعني بعض الناس أنا بجد كتير قوي من السيدات بنتكلم مع بعض تقولي أنا عملت كل حاجة ما كنت بعملها كنت بنزل فيها زمان دلوقتي أنا ما بنزلش روحت الجيم بطلت أكل عملت دايت نشيت مع دكتور كل حاجة ولسه زي ما أنا مش عارفة أنزل أو ببايتش أنزل زي الأول ده أسباب هو إيه؟ بصي سابات الوزن ممكن يكون من البداية يعني الشخص بيبتدي يعمل نظام غذائي مش بينزل وفيه واحد تاني زي ما أنت بتقولي كان بيعمل ضايت وبيخس وفجأة ما عادش بيخس طيب لازم ده له أسباب ولو أسباب احنا عارفين إن زيادة الوزن أو السمنة لها أسباب ممكن تكون جينات ورصية يبقى الشخص بيحاول يعمل نظام غذائي معدل حرقه مختلف عن شخص تاني بيعمل نفس النظام الغذائي بس بيخس نتيجة أنه عنده جين السمنة أكتر شوية في موضوع أنه ما بيحرقش زي الشخص التاني الأكل الكميات الصورة ما بتحرقش معه كويس هل هو عنده نسبة الدهون البني أكتر أو البيضة لإن إحنا عارفين إن النسب الدهون في الجسم بتختلف الدهون البني كلما كانت في جسم الشخص أعلى كلما كان معدلات الحرق والتمثيل الغذائي بتاع الشخص ده أحسن فبيحرق أكتر غير لو شخص عنده الدهون البيضة نسبتها أعلى من الدهون البني دي نقطة مهتمة مهمة جدا طب لو شخص بيحاول يعمل نظام الغذائي هو كان بيعمل قبل كده وبيخس وفجأة ما بيخسش لازم يعمل شيك أب كده على جسمه إيه اللي ممكن يكون مع الطالب هل سلوكياتي تغيرت هل أنا نوم يتغير لأن النوم بيفرق جدا في معدلات التمثيل الغذائي والحرق هل أنا ممارسة الرياضة والحركة والمجهود بتاعي بدأ يتغير لأن أنا مثلا كنت شغلي مثلا ساعات معينة وكنت بمشي نص ساعة ساعة اتغيرت فده مع نظام الغذائي نفسه بيفرق معي في النزول هل أنا سلوكياتي في الأكل بقيت مثلا أمين أن أنا أزود شوية السكريات وحلويات هل أنا بمشي عن نظام الغذائي كويس جدا بس ممكن بدخل عصير مياه غازية مشروبات دافية فيها نسبة سكر تعطل لي معدلات النزول هل أنا بضيف في أكلي نسبة ملح زيادة فبالتالي بتعطل لي وتعمل لي احتباس سوائل كل دي ممكن تعمل لي إعاقة لنزول وزني حتى لو أنا ماشي على نظام الغذائي مظبوط بس في حاجات كده بتقولش في النص تعطرني هل أنا بسكيب واجبة بلغي واجبة ما بقولش مثلا واجبة الفطار بلغي واجبة العشع بقول كده عشان أخص أكتر فبالتالي أنا باخد طاقة أقل من احتياج جسمي فجسمي بيدافع فبيوقفني كل دي سلوكيات خطيئة ممكن تعطرني أو لو أنا عندي مشكلة صحية ممكن يكون طرق علي مثلا أنا عندي مقاومة إنسولين هل أنا مثلا عندي مشاكل في الغدة الدرقية هل عندي نقص فيتامين دي هل عندي أنيميا إيه أعراضهم أنا أعرف منين ده يعني أعرف منين محتاجة أروح لدوح تحليل كل دي بتحليل بس فيه أعراض طبعا أنا عندي مثلا مقاومة إنسولين لها أعراض ممكن نلاقيها ممكن نلاقي مثلا لون غامق أو تصبغات في الرقبة في منطقة الرقبة زواية جلدية بتبدأ تظهر الشخص بيميل شوية للخمول والكسل يحس أنه بعد ما بياكل عايز ينام عنده دايما إعياء وحس أنه هو مرهق وتعبان على غير العدد اللي هو فيها ده فيتامين دي فيتامين دي أو مقاومة إنسولين أو أنيميا فحنا بنعمل التلات تحليل دول ونحدد المشكلة جاية منين والغدة الغدة بقى نفس الأعراض بس ممكن إيبع عندي بحة في الصوت ممكن عندي أرق ممكن عندي احتباس سوال في الجسم ولاقي رجلية بتورم ممكن أحس أن أنا جسمي بيسخل مرة واحدة وأدب حس أن أنا جسمي بردان مرة واحدة دي برضو ممكن تيبع من أعراض الغدة وشخص ممكن يعمل تحليل الغدة ويطلع صليم بس نلاقي عنده الأجسام المضادة للغدة هي اللي فيها مشكلة وبالتالي أو أن احنا نعمل تحليل الغدة ونلاقي تحليل وفيه أصلا غدة درقية وغدة الجار درقية تريبا نسمع كده؟ دي حاجة تانية بالزبط فيه الغدة الدرقية وفيه الغدة الجاردرقية وفيه حاجة اسمها أجسام مضادة لهرمون الغدة السيروكسين فبالتالي ما بتخليش الهرمون يشتغل بكفاءة أو الشخص يعمل التحليل بس يطلع كويس ويعمل صنار على الغدة يلاقي فيها تضخم أو فيها ورم لقدر الله كل دي بتعيق معي معدلات الحرق والنزول ويبع عندي مشكلة في الغدة ولازم نتجه لدكتور غدة صماء عشان يبدأ يعالج المشكلة طيب مقاومة الإنسولين مختلفة شوي لو إحنا لقينا عندنا الأعراض وعملنا التحليل وتأكدنا إننا عندي مقاومة إنسولين لإنا مثلا تحليل مقاومة الإنسولين عالي ويفضل نوعية عمل صيام من 6 إلى 8 ساعات ما يزيدش عشان تقبل نسبة دقيقة لو إحنا هنعمله عشان يطلع نحدد آه فيه مقاومة إنسولين أو لا عشان لأسف فيه ناس بتصوم أكتر من 8 ساعات ويعمل التحليل ويطلع التحليل فيه مقاومة إنسولين هو ممكن ما يبقاش عنده فلازم نعمله من 6 إلى 8 ساعات طيب هل بيبقى المقاومة عالية وإفراز الإنسولين أعلى ولا لا هو يعني إيه مقاومة إنسولين هي دي نقطة مهمة عشان برضو الناس ممكن ما تبقاش واخد بالها منها هو الشخص بيفرز إنسولين والخلاية عنده كويسة جدا البنكرياس بيفرز الإنسولين بتاعنا بس المستقبلات الحسية اللي موجودة على الخلاية عشان السكر لما بيزيد في الدم يبدأ الإنسولين ياخده ويشغله ويدخله جوه الخلاية عشان تشتغل طيب بيحصل لمستقبلات الحسية دي ووظفتها بتبقى تتغير فبالتالي المفتاح اللي بيركب ده مش موجود فيبدأ الإنسولين ما يعرفش ياخد الإنسولين الجولوكوز الزيادة في الجسم أو السكر يشغله في الخلاية يتركم السكر في الدم يتحول مع الإنسولين الزيادة لأنه بيطلب من البنكرياس إفراز الإنسولين أعلى يشغله فيبدأ ياخد السكر ده يخزينه في جسمي في سور الدهون وكمان يطلب من البنكرياس إفراز الإنسولين أعلى فالإنسولين لما يزيد أكتر يبدأ يزود الحساسية يزود المقاومة أكتر للخلاية ومع الوقت لو أنا أهملته يبدأ يجي لي لقدر الله مرض السكر بسبب إرهاق البنكرياس لإفراز الإنسولين طب نعرف منين هذه الأشياء يعني لو أنا مع بحرقشي حلو أعرف منين هل ده أنسولين أو قوة أنسولين ولا غودة درقية ولا فيتامين دي يعني أحدد إزاي الأمر ده وتبعه إزاي يعني بشكل علمي ودقيق التحليل والأعراض اللي إحنا قلنا عليها أو المؤشرات نبدأ نحدد عليها الشخص ده عنده مقاومة إنسولين أو لا طيب هل أنا وزني زياد في الفترة الأخيرة برضو من الحاجات اللي ممكن تقول أن أنا عندي مقاومة إنسولين بنسبة 80-90% من الأشخاص اللي بيبع عندهم زيادة في الوزن وخصوصا لو مكتسبة في وقته صغير يشك أنه عنده مقاومة إنسولين السيدات والبنات اللي بيبع عندها تكاوسات مبايض ممكن يبع عندها مقاومة إنسولين وده ممكن يتعالج يعني الشراها في أكل السكر أو الحاجات اللي هي بتدل على مقاومة هل ممكن علاجها بدواء أو كده بزر هو التضع هو الرئيس هو ليه بيحصل مقاومة إنسولين يعني إيه اللي بيخلينا نخش في القصة دي طبعا الحركة اللي بدأت تقل ما عدناش بنتحرك زي الأول مجهودنا الحركة أقل كنت معتد أن أنا بمشي عشر داية ربع ساعة كل يوم قلت الشغل المكتبي بقيت أعود فترات طويلة ما بعملش أي مجهود بقيت أميل أن أنا أكل نشويات بسيطة وسكريات بصورة أعلى بقيت أكل عيش اللي هو العادي اللي هو الكايزر والفينو والباتيو والعيش الأبيض ما فيش فيه الحبة الكاملة الردة اللي بتقل معي إمصاصة سكر بسرعة إن أنا أكل نسبة سكريات أعلى وخصوصا الكحك والبسكوت في العيد واللي دخل علينا بعد رمضان والحلوية بتاعت رمضان الناس بدأت تفرض فيها كتير فممكن يعمل له التهاب أو مقاومة إنسولين فناخد بالنا من القصة دي طبعا إن إحنا بنأكل واجبات سريعة فيها نسبة دهون مشبعة أكتر بتعمل مقاومة إنسولين لأنه بتعمل خلل المواد الحافظة اللي موجودة في الأكل وخصوصا المعلبات كترها واللي اعتماد عليها بيعمل مقاومة إنسولين كلنا تقريبا عندنا مقاومة إنسولين عدم تنظيم مواعيد الأكل من الحاجات اللي مهمة جدا في تحديد مقاومة إنسولين وعلاج مش حد بيقدر يعمل الكلام ده في مواعيد الأكل الأجانب عندهم يعني بالساعة بعد الساعة الفلانية ما بيقولش في المعادل الفلانية بيعمل فطار هل المصريين من عادتهم الغذائية هذا الأمر؟ ودي من الحاجات المهمة لو أنا دخلتها في حياتي أنا هتعود عليها زي الشغل بتاعي بالزبط لو أنا ربطها بمعيد أكل المعيد الأكل بمعيد شغلي بمعيد صالة بمعيد حاجة مرتبط بيها في الحياة بتاعتي أنا خلاص بقيت أكل في معادل معين وسبحان الله لما بتحدد معادل أكلك بيبدأ مخك يبرمج الجسم إنه مش هيجوع ولا هيكل غير في المعيد السابتة دي بخلاف لو أنت متغير في معيد أكلك أنا بفتر نهارده الساعة تسعة وبكرة فترت الساعة 11 وبعده الساعة واحدة الضهر الجسم مش هيافة ما للموخ هيافة فبالتالي أنت بتدخل معادتك أكل في معيد متغيرة جسمك هيدي إشارة أو المعادة هتبعت أنا عايزة أكل في المعادة ده فبالتالي يبدأ الجسم ما يتعودش إنه فيه أكل في معادة سابت فيبدأ يضطر إنه هيكل أكتر أو إنه هيكل واجبته وبالتالي في المعادة التانية اللي هيجوع فيه فهيلقت دي عايزة حاملة صحية دي يا دكتور هيلقت ما هيدي النقطة هتلاقيك بتلقت في حاجات غلط بسكوتاية كباية عصير حاجة كلتها غلط وإنت ماشي الحاجات دي بتحطلني هي بتخليك ما تخسش زي ما أنت عايز بس مش هتزودك لو أنت متابع نظامك زي بس مش هتخليك تخس ويعمل ثبات وزن إحنا بنقول عليه طيب غير ثبات الوزن في بعض النس بتفضل يعني ست شهور سبع شهور عاملة دايت وتخس وزن كتير قوي من خمس لستة لتمانية كيلو حتى أول ما بتوقف الدايت بتاعها وترجع لأسلوب حياة طبيعي واللي هو إحنا مش معقول هفضل طول عمر يبقى عمل دايت مش معقول طول الوقت هفضل بعمل دايت بترد بسرعة جدا وبتتخن بسرعة جدا اللي هي خصته لأ بل بالعكس كمان ممكن تكسب وزن أزيد من اللي كانت عليه قبل كده ده بيبقى سبب بقيد دي نقطة مهمة الناس اللي بتتابع نظام غزائي أو الطاقة اللي دخل جسمها تدريجي ولما تيجي تطلع منه لازم تطلع تدريجي ولازم تطبق اللي انت تعلمت هو المشكلة ايه ان انا النهاردة عندي وزن زيادة وراح اعمل انقاص وزن اولا انا بقلل كميات الطاقة اللي دخل جسمي سينا انا كنت باخد 3000 سعر حراري انا قللت 500-700 بيتاخد 2500-2300 مثلا بيتاخد 1500-20000-1700 على حسب كل طاقة كل جسم فبالتالي هو بدأ يقلل الطاقة اللي دخلها نوايات الاكل وموايد الاكل بدأ تتغير مجهود الحركة بدأ يتغير هو بدأ يغير لايف ستايل هل معناته انه هييش عليطه العمره هييش عليطه العمره بس لازم يبقى في حاجة اسمها بنزين وفرامل انا لازم احطط في دماغي كده مش هالنهاردة بعمل نظام غذائي ومنظم نفسي وفجأة بطلع لكل حاجة غلط بالطريقة الغلط اللي انا كنت عليها زي المدمن بالزبط كان بياخد حقن وبياخد علاج او بياخد حاجات بتقديل ان هو بقى مدمن للحاجات دي والنهاردة تعالج من الادمان وبعد الادمان عايز يرجع للحاجات الغلط تاني ما بقى مدمن هو لازم يبقى فاهم انه هيطلع للاسلوب حياة صحي حتى لو هيكل نفسه فيه بس كيميات صغيرة وبنظام اللي زي ما هو هتعلم هو مش هيرجع بسهولة وزي ما احنا قلنا لازم يطلع تدريجي ولازم يبقى فيه ايام اوف وايام اون لازم اعمل يوم هزبط فيه ويوم هرايح فيه وجبة ووجبة ما يبقاش ان انا هرجع لنفس السلوكيات الخطئة لان زي ما احنا عارفين ان الاكل الخطئ معروف طقته عالية سكره عالي بيخلي الجسم يخش في مرحلة مقاومة الانسولين فبيرجعك لنفس المشكلة طب انا تعالجت وبقيت كويس هتلاقي اصلا مادتك ما عودش بتعرف تاكل زي الاول يعني انا قبل ما اعمل نظام غذائي والتابع نظام غذائي صحيح عشان اعمل انقاص وزن انا كنت باكل كميات كبيرة بعد كده اجي اكل هتلاقيك بتاكل كمية صغيرة اصلا طب ماشي طب ليه في بعض الانظام الغذائية زي الكيتو مثلا جميل الناس تخص عليه 10-15 كيلو حلو وترجع مرة واحدة مظبوط ليه مع ان مفروض ان الجسم زي ما حراك قلت كده اتبرمج عصبيا على ان هو مستقبلاته بقى كده ليه سبب العودة سريعا رغم السبب فقدان ده في ناس في شهرين 13-15 كيلو وده طبعا ما بيحصلش الا بعملية مظبوط صح الكلام ده مظبوط ليه بقى يا فانت الكيتو حاجة مش بتعتمد على البرمجة بتعتمد على الحاجة اسمها عملية التمسيل غذائي اتغيرت فانت بقى ايه المصدر الاساسي للطاقة بتاعك الدهون وليس الجولوكوز السكر فبدأ الجسم يتبرمج ان الدهون المصدر الاساسي للطاقة بقى من حاجة اسمها كيتوجينيسيز عملية الكيتو اللي بتحصل في الجسم دي بتطلع الأجسام الكيتونية الكيتون بادي هي دي المصدر الاساسي للطاقة مش الجولوكوز فبالتالي انت عودته على طريقة معينة لو دخلت المصدر الجولوكوز انت هتزيد اكتر من الاول لانك رجعت زي الاول تبا ما حدش يقدر يعمل اكتر من شهرين لذلك الناس بت بالزبط يبا هو مش اساسي في انك تحافظ على حياتك مش لايف ستايل يعني منفعش عايش عليه هو وسيلة الانقاص وزن وليس نمط حياة بيتغير بخلاف لو انت بتتبع نظام الغذائي صحي عادي بتاكل فيه الوجبات بتاعتك كاملة بتاخد فيه نشويات عايش ورز ومكارونا بتاخد فيه بروتين الوجبات الكاملة بتاعتك اللحمة والفراخ والسمك والتونة والبيض الحاجات اللي فيها الأحماض الأمنية الكاملة بتاخد فيه نسبة دهون بس بنسبة أقل انت كده خدت الألياف بتاعتك من الخدروات والفواكه انت كده خدت وجبات كاملة ده ساعتها لما تبدأ تاخد نظام الغذائي الصحي وتاخد احتياجاتك من كل حاجة لما تيجي تبوز مش هتزيد بسهولة مش هتطلع انك جسمك يزيد تاني مرة بسرعة بتلاقي الشخص بيحافظ حتى لما بيزيد ممكن ياخد شهرين تلاتة عشان يزيد كيلو واثنين وهو بيلخبط بخلاف لهو عام الكيتو لما بيسيب الكيتو هو ممكن يطلع اثنين تلاتة كيلو في الأسبوع احنا كل فترة كيه بيطلع موضة لحاجة معينة بوقتي يقولك مثلا الكيتو ده احسن حاجة ويطلع كل الناس تتكلم عنه كل النيترشونيست تتكلموا عنه وفي الآخر وطلع ليه أدراب بعدها بشهرين تلاتة يقولك قد الدراسات اثبتت ان الكيتو ده مشكله واحد اثنين تلاتة يجي الصيام المتقطع يقولك هو ده الطب دلوقتي وده احسن حاجة ولكل الناس بتتبعوا بعدها بشهرين تلاتة يطلع الدراسات تقولك مشكله واحد اثنين تلاتة هل النهاردة فيه اي نظام من الانظمة دي هو المتفوق او اثبت انه ده اللي ده لو انت جايلك حد او حالة تقولك انا محتاجة انزل خمسة ستة كيلو سريعا جدا انا كسبتهم وعايزة عندي فرح عندي خطوبة عندي ايا كان عندهم ايه ومحتاجة انزل في وقت بسرعة في نفس الوقت مخسرش من صحيتي لانه الوزن الكتير ده لما بنزله بخسر بقى من الانجي اللي عندي شاري بيقع الحاجات دي كلها ايه اللي بتنصح بيه من الانظمة دي كل الناس بزي بعض حسب المشكلة اللي قدامك انت بتبدأ تشتغل طبعا كل انظام احنا عندنا انظمة من ساعة ما ابتدى الضايت وكل يوم بنزل نظام جديد السيب المتقطع والكيدو دول اخر حاجة نزله وهم حلوين ومناسبين جدا للناس اللي عندها مقاومة انسولين بس طبعا تحت اشراف طبي وبيتاخدوا فترات زي ما انت قلت فترات قصيرة مش فترات طويلة عشان يبدأ يعالج له مشكلة الجولوكوز ومقاومة الانسولين اللي بتحصل بس هل يعيش عليه لا انا بحب دايما اللي بحاجة اسمها البالانس دايت ممكن ندخل معصيان متقطع اللي هو تنظيم معايد الساعات بتاعتي ان انا افطر واتغدى واتعشف معايد سابتة ووقفل على كده بلانس دايت دا ببقى فيه كل الحاجات فيه نشويات فيه بروتين في بتا بالزبط ولازم نقبى طالعين نازلين في الطاقة بتاعت النظام الغذائي وكمان متغيرين في المحتوى الغذائي بتاعي بحيث ان الجسم ما يتعودش على حاجة معينة فيعمله سبات في النزول ما ينزلش زي ما هو عايز وبرضو نفس القصة لو انا باخد نظام زي الكيتو او الصيام المتقطع هو مش غلط بس لازم بتاعت اشراف ويقبى وقت معين ما يبقاش استمرار وممكن اطلع منه تدريجي لنظام عادي بلانس دايت بحيث ان الجسم برضو ما يطلعش تاني بسهولة ولازم يبقى فيه حاجة اسمها ان احنا دايما بيبقى منظوم متكاملة لازم يبقى فيه نظام الغذائي مش معاه ان انا قاعد في البيت لازم يبقى فيه على القل عشر دقائق ربع ساعة نص ساعة ماشي يومين حتى لو في البيت دخلهم في صورة حياتك في صورة تروح سلم نزول سلم اركن بعيد شوية العربية وامشي لازم يبقى فيه مجهود حركة شوية سويدي ضغط بطنة بالضبط لازم لازم يبقى فيه مجهود حركة ورياضة سبحان الله ربنا قال في القرآن وامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإله النشور لازم نمشي ولازم ناكل الاتنين وقال لك وامشوا وكلوا الاتنين فاحنا لازم يبقى فيه ماشي وحركة ولازم يبقى فيه نظام بزيء صحي نتابعه عشان نبدأ نحصل إنقاذ واسط على أي حال كل المصريين بالتأكيد يعني متأثرين بشهر رمضان وبكحك العيد وبدخول حلوياتها يعني اللي محافظ فيهم حتى يعني حيلاقي إنه هو الدنيا يعني يمكن إيه الساعة البلوجيه خلافه أسرع لي لازم نرجع تاني لازم نبتدي ننظم وجبتنا دكتور هشام تكلم تحديدا عن المواعيد الخاصة بالأكل إنها بتأثر جدا تتكلم عن فكرة السما المتقطع إنها بتأثر جدا أشكال كتير يمكن بتتغير من جسم الآخر ودي بيوصفها الدكتور المعالج ولكن بتبقى في النهاية يعني تنظيم هذه الحاجات للجسم هو يعني القاسم المشتراف في كل هذا بنشكرك الدكتور هشام دكتور هشام وصيف استشارك تغذية العرجاء على كل هذه النصائح والمعلومات شكرا جزيلا لحضرتك